من منظور اقتصادي يمكن النظر إلى عام 2021 باعتباره عام للتدخم أو أزمات سلاسل التوريد أو حتى المتحورات المتتالية لجائحات كورونا أيضا يمكننا أن نضيف إلى ذلك العملات المشفرة إذ أن عام 2021 لم يكن عاديا لهذا السوق الذي رغم التذبذبات العالية اكتسب زخما قويا المكاسب التي حققتها سوق العملات المشفرة هذا العام كانت قياسية ارتفعت القيمة الإجمالية بنحو تريليون وخمسمائة مليار دولار إلى حوالي تريليون وثلاثمائة مليار دولار به نهاية العام وفقا لبيانات كوين كيكو ولأن الحديث عن العملات المشفرة يقترن في معظم الوقت ببيتكوين كان اللافت للنظر تراجع حصة بيتكوين في سوق هذه العملات بشكل كبير في 2021 إذ بدأت أكبر عملة مشفرة هذا العام بحصة سوقية تبلغ 70% باللون البرتقالي لتنتهي العام حاليا بحصة لا تتجاوز 40% وذلك رغم ارتفاع بيتكوين بأكثر من 60% هذا العام بالمقابل تدفقت الأموال إلى عملات مشفرة أخرى مثل إيثر وبايننس كوين إضافة إلى رموز الميم على غرار دوتش كوين وشيبا إينو وفي ظل الضغوط التضخمية التي شهدناها خلال العام كان هناك جدل قائم حوله إذا ما كانت بيتكوين أداة تحوط لمواجهة الارتفاع المطرد في الأسعار بالنظر إلى الرسم البياني نلاحظ ارتفاع في مؤشر بلومبرج جالكسي للعملات المشفرة بنسبة تزيد عن 160% هذا العام وهو ما يفوق بكثير القفزة في الأصول التقليدية مثل السلع التي زادت بنسبة تقارب 23% وأيضا مؤشر MSCI للأسهم العالمية بزيادة 13% أيضا ب2021 ضخت صناديق الرأس المال الجريء الفنتشر كابيتلز حوالي 30 مليار دولار بالعملات المشفرة أي أكثر مما تم ضخه خلال السنوات السابقة مجتمعة تكنولوجيا عمراء بالكاد يتجاوز العشر سنوات اشتركوا في القناة